تكليفاً من عاهل البلاد المفدى حفظه الله شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس مناء مجلس التعليم العالي في القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا عبر تقنية الاتصال المرعي برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتنظيماً من منظمة التعاون الإسلامي وخلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة نقل الوزير للمجتمعين تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى واهتمام جلالة بتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية خصوصاً في مجال العلوم والتكنولوجيا وضح وزير التربية والتعليم الجهود التي تبدلها البحرين لتحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال التحول إلى مرحلة التمكين الرقمية وأنتاج المحتوى الإلكتروني والتوسع في استخدام التقنيات التعليمية الرقمية المتطورة والتي أتاحت استدامة التعليم بالرغم من تعليق الدراسة الصفية حيث تفتخر البحرين اليوم بتجربتها في هذا المجال والتي بدأت منذ العام 2005 من خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل إلى جانب إنشاء المركز الأقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية بالتعاون مع منظمة اليونسكو بهدف تقديم الخدمات التدريبية النوعية للكفاءات التربوية على المستوى الأقليمي في مجال المعايير العالمية لتكنولوجيا المعلومات وفي البيان الختمي أكد المجتمعون على همية التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز مهارات الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل واعتماد التقنيات الحديثة في العملية التعليمية عن بعد قد تشرفت بتكليف سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور مؤتمر القمة الثاني لمنظمة التعاون الإسلامي والذي خصصه لموضوع العلوم والتكنولوجيا وتشرفت بنقل تحيات جلالته حفظه الله ورعاه إلى رأساء الوفود وأيضا توجهاته الكريمة بهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية بهذا المجال الحيوي وبينت جهود مملكة البحرين بتوفير التعليم لكافة الفئات وكافة المراحل التعليمية في ظل جائحة كورونا كوفيد 19 وبينت اهتمام مملكة البحرين بدعم التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا واستعداد المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين والذي يعمل بالتعاون والتنسيق مع منظمة نينسكو في خدمة المنظمة على هذا الصعيد صدر بيان ختامي أكد على اهتمام الدول المشاركة في تعزيز التعاون فيما بينها على صعيد الجامعات على صعيد البحث على صعيد الابتكار والعلى صعيد أيضا الامن القذائي والجانب الصحي نتاج إن شاء الله بتكون مفيدة جدا خصوصا للدول العضاء التي أيضا تنطلق ولله الحمد من تاريخ عريق وانجازات كبيرة للحضارة الإسلامية